لكن مخيم الهول هو يدار من قبل الأمم المتحدة ولا يدار من قبل الحكومة العراقية وبالتالي ذوي الدواعش الذين وصلوا إلى هناك أو الدواعش حتى يكون الكلام أكثر دقة هناك دواعش وهناك ذوي الدواعش من النساء والأطفال وكبار السن اليوم إذا ما كانت الحكومة تريد أن تقوم بواجبها تجاه هؤلاء فبالتالي يجب أن يكون هناك برنامج أمني اجتماعي سياسي ويجب أن تشرك به العشائر والمجتمع اليوم يعني ذوي الدواعش من النساء والأطفال إذا ما كانت هناك نية من الحكومة لدمجهم في المجتمع فيجب على ذويهم من أقرباءهم أن يذهبوا لاستلامهم اليوم عندما نأتي ونضع هؤلاء في مخيم هو بالأصل لا يتوفر فيه أبسط الظروف الإدارية يعني عندما كان النازحين متواجدين في المخيمات كانوا يعانون من سوء الأمور الإدارية وبالتالي هذا الأمر انعكس على سلوكيات وأخلاق من هم في المخيم وانتشرت الجرائم والمخدرات وكثير من الأمور اللا أخلاقية لذلك اليوم عندما نأتي بأشخاص هم صنفوا مسبقا بأنهم دواعش اليوم حتى لو أنت جنابك تقول قسم بهم مو دواعش وأنا أقول مو دواعش ولكن النظرة على من يتواجد في مخيم الهول هم دواعش هذا الأمر لا يستطيع أحد أن يغيره وبالتالي أنا أعتقد أن هذا الأمر هو أمر أمني بحت ولا يجوز أن نأتي بهؤلاء العوائل إلى هذه المخيمات يعني بالإمكان أخذهم إلى أماكن أخرى والتدقيق معهم وأيضا كما قلت إذا كان هناك فيهم أبرياء وبالتالي نحن سوف لا نستطيع أن نمنعهم البريء يرجع اعتيادي إلى منطقته وإلى ديرته ما هو أنت حرفه بريء سيادة الناب إذا أنت تقول كلهم هم دواعش مهي هاي هم نقطة أجاوبك أجاوبك زين زين خليني أستاذنك خليني أسمع سيد جاسم فاضل طيب فاضل جاوب فاضل جاوب سيدنا بس عوضل اليوم كل الدواعش اللي موجودين في مناطقنا والقرى اللي إحنا بيها والموصل كلهم معروفين يعني معروف هذا الشخص هو وعائلته في مخيم الهول أو في تركيا أو في مناطق أخرى يعني مشخصين للناس يعني هم هذول من المجتمع فبالتالي ما يستطيع أحد أنه يعني يحاول أن يموه أو يختفي عن نظر المجتمع ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر